يقول الله يجزيكم الخير يا ربي بس لا يوجد دخل دخل آخر غير الإعانة الاجتماعية هي المعونات الاجتماعية بتاعت الدولة والإعانة الاجتماعية هذه حين تعطيه الدولة هذه الإعانة هل تكفيه أم لا تكفيه يعني الدولة لا تعطي إلا الحد الأدنى للعيش والحد الأدنى للعيش هذا يعطيه فائد من يومه تمام يعطيه فائد من يومه ومن ثم إذا كان عنده هذا الفائد ينبغي بل يجب علي أن يخرج ذكات الفتر وأظن أن كثير من الناس عندهم الحد الأدنى من الدخل حتى وإن لم يكونوا عندهم الإعانات من الدولة يعني هذا إذا كان واحد موظف في عمل ما وهذا الموظف الدخل بتاعه هذا يعيشه الحد الأدنى في الحياة تمام ولا يأخذ إعانات فهو مثله مثل الذي يعني يأخذ إعانات بالضبط تمام فهذا عنده الحد الأدنى ولكن عنده كفاية ويستطيع أن يخرج ذكات الفتر وكما ذكرت عن ذكات الفتر هذه يعني ليست بالكمية الكبيرة ولا الحجب الكبير التي يعني تحتمل معها أعزار وإن أضيق الحدود أضيق الحدود هنقول له والله طلع اللي تقدر عليه مش قد تطلع عشر طلع تماني طلع حمس يعني مسألة أن تخرج ذكاة في الطريقة يا أخي حتى الصيام التي صمته يكون قد الحمد لله قبل وقد يعني أنهيت الفريضة بهذه الزكاة المفروضة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة ها هنا تعطي الحد الأدنى للشخص بعدد الأفراد كمان القائمين معاه ويعني لا أظن أن هذا المبلغ طوال شهر رمضان قد يعني يعجزه ذلك وإن أخرج ما يستطيع إن أخرج قبل الفطري يعني قبل يوم العيد أخرج نصف المبلغ يلزمه أن يخرج النصف الثاني بعد صلاة العيد إن شاء الله